أنا بدي أقول شغلي إسرائيل عندما تجد أنها ستستطيع أن تطال هدفا كبيرا ومستعدة لتقوم باغتيال مدوي مهما كانت نتائجه ستفعلها ما على الساحة اللبنانية ولا على الساحة السورية ها هي تفعلها الآن بقلب طهران يعني أنت عم تقول أنه الخوف على سمحت السيد اليوم أنا أخشى أنا أخشى خاصة أنه بعض يعني أنا ليمكن أن نكون أول واحد حيطلع يقول بصوت عالي فيه فغرات أمنية يجب أن ننتبه وأنا عم أقول من باب الحرص مش من باب المزيد فيه فغرات أمنية تبدأ من الشارع اللي تبين ببيئتنا مش محضر من الشبيب الصغار اللي بيقعد يثوره أثناء الغارات أو ما قبل الغارات وبتطلع يطلوع لتوصله إلى تحرك القيادات وإلى يعني فيه شيء صار لازم نحكي عنه بصراحة وبجرأة ولكن عم أقول أنا من باب الحرص من أهري مش عمالي أقول لحب تزايد لذلك أنا أحذر من المرحلة المقبلة ما بدنا نصدق الإسرائيلي ولا الأمريكي ونحن راحين إلى مواجهة قد لا تقع حرب كبرى وإن كان نتنياهو يريد حرب كبرى الآن حتى يأتي بالأمريكي ليكون شريك بهاللحظة اللي عم تنطفق فيها إدارة بايدن وقد يكون متفق عليها لحتى يخدم ترامب اللي خادم لكن إسرائيليا حتى مع جزء من قيادة الجيش الإسرائيلي البعض يريد هذه الحرب بهاي المستوى اللي وصل للألو يعني قتل فؤاد شكر بهذه الطريقة هو حالة إعلان حرب يعني يعرفوا أنه ضرب بمطقة حارة حراك اللي هي الإسانس طبعا الوجود يعني مثلا المقاومة أو بقراتها أو ناسا أو أي شيء بما تعنيه وهي اسم ضرحية بيروت بس أستاذ رفيق ليش بعدنا عم نقول أنه أمريكا لا تريد الحرب يعني اللي بيعطي كل هذه المساعدات المالية والعسكرية والضوء الأخضر البعض بعده عم فكر حاله بعد أنه فيه إمكانية للحكي الدبلوماسي وأنه ورهان وحتى الساعة أنا حقوله بجرأة حتى الساعة البعض بخط الممانع على يريد الحرب وما أنه وما حيرده وأنا أخشى أنه الرد ما يكون متناسب مع حجم الله فيه تحدي تحدي كبير لما تعنيه إيران بقيادته وغيره أن يقتل سماعينها هنية بحضنة وإذا كان بدي يكون الرد بالطريقة اللي ردت فيها الأفضل أنه لا نتركه على طريقة الوقت المناسب وفي المكان المناسب وأنا هذا اللي أخشى أنه حيكون الرد سواء من المقاومة في لبنان أو من إيران أو شيء على ممكن مقر عسكري كبير أو أي شيء وأنه بيكتفوا بهذا الأمر إذا وصلت الصواريخ أو إذا استعملت الصواريخ لكن معقول اليوم يعني قيادة المقاومة في كل المحور لا ترد بشكل متناسب مع حجم الضرب يعني فيه تحليلين فيه جزء أنه فلندخل هذه الحرب وخلينا يعني نروح للآخر وغيره وفيه جزء عقلاني شوي يمكن بيقولك أنه بعدنا لحد الله ما عنا الاستعدادات أو يعني الإمكانيات الكاملة لشنة الحرب وأنه إذا نحن شنيناها منكون تعرف كيف يحكوا على الطريقة اللبنانية منكون عم نخدم نتنياهو اللي هو بده طيب يا سيدي خدمته والله ما خدمته نتنياهو يحوه قفز وما طلع وراه وجاينا على الجبهة اللبنانية وما خفز على الجبهة اللبنانية قفز أو على قلب بيروت أو على قلب الضاحرة على طهران وأنا بدي أقول شغلي وقد تشكر عنوان عندي أنا أحذر من استمرار أو من اغتيالات قد تتم خلال الأيام القليلة القادمة إسرائيل هاجمة ولديها إحداثيات زي طابع أمنة يعني متطور واصلة لبعض المحلات اللي ممكن من خلالها أننا تنفذ عم نتبين أنه نحن نعرف أنه في التكنولوجيا تملكها أمريكا وإسرائيل ومعها بريطانيا وهذا اللي لازم نتحدث عنه شو الشي التكنولوجي المتقدم جدا اللي اللي عم تقدم بريطانيا شو هو هذا يعني دايما عم نسأل شو هو هذا السلاح؟ بريطانيا عم ترسل عنده ست طائرات بإحدى قواعدها بأبروز ثلاث طائرات عم تشتغل على 12 ساعة وثلاثة إباقية يعني حاطيكي هذا الشاب اللي انقتل على طريق اللي جاي من دمشق إلى بيروت منطقة السبورة قتل على الصورة حسب المعلومات الأمنية هاي الطائرات بتاخد صور الوجوه وبتعطيها للمسيارات للهدء يعني وهاي بتظل تبحث تبحث حتى تجد هاي جزء من التكنولوجيا جزء آخر فيه كتير شو بدي بالبصمة الصوتية؟ كمان بدنا نعترف هناك شيء ما على الأرض عم يحصل هناك يعني هناك شيء ما تجسسي لوجستي على الأرض عم يحصل وقلم مش عم نقدر نلاقي أجوبة على بعض الأسئلة الصعبة